براحة بيك أستيس حسين أهلا وسهلا محضورك شركة جبيرة زي ما قولنا شركة وطنية النهاردة بتقدم خدمتها لنقل بعثة النادي لأهلي مش بس عشان تنقل من هنا لحد المغرب احنا بنتكلم في اجراءات يمكن كنا بنتكلم تحت الهوى عن اجراءات وقائية بيتم اتخاذها لأول مرة انا ما سفرتش في ايام كورونا ولا بعد كورونا ازاي موضوع التباعد الاجتماعي في الاول بيتم بشكل عام شركة اير كايرو بتعمل ايه داخل الطائرة احنا الحقيقة مهتمين جدا بموضوع الصحة داخل الطائرة ومهتمين كمان بصحة ركابنا عموما سواء اللي بيستقلوا الطائرة او اللي بيغادروا الطائرة فاحنا اجراءاتنا بتتلخص في حاجتين مهمين جدا احنا بنعمل للطائرة اللي احنا بنسميها التطهير والتعقيم وكمان بندي الركاب بنسميها هيلثكيت او مجموعة من الادوات عبر عن جوانتي وماسكس وكمامات وغطاء رأس وجل للإيدين وبنتيح نفس الكميات على الطائرة مع التاقم الطائرة بحيث ان الركاب يبقى اثناء التباعد اللي احنا بنعمله للركاب ايه نحتاجنا ان احنا نعمله في نفس الوقت مدين فرصة للراكب انه حتى لو لو محصلش فكرة التباعد دي هو كمان محمي خدنا بلنا جدا وانحنا بنعمل التباعد انه لما بنعمل السيرفيسينج او الخدمة على الطائرة اللي احنا بنقدمها ناخد بلنا جدا انه الراكب اللي بياكل اللي جامه بياكل اللي بياكل اللي جامه بياكل ليه لانه واحد هيبقى لابس الكمامة وهم يبقاش اللي اتنين من غير كمامة دي جديدة دي اه فقدنا بلنا من الحاجات الصغيرة دي وبالتالي مع الاجراءات التعقيم والتطهير اللي احنا بنعملها للطائرة والاجراءات اللي بنعملها مع الركاب اعتقد الحمد لله ان احنا طائراتنا الحمد لله امينة تماما وده كان مسهل لنا جدا التعامل مع الدولة والحمد لله طائرتنا وطريقتنا في التعامل مع ازمة الكورونا والتباعد والتطهير والتعقيم سهلت كتير على الركاب وعلى الدولة ازمة نانسي قدراتنا في التعامل مع الدولة